ربما أشياء كتير جداً حصلت في منظومة القضاء المصري ربما أبرزها قصة التحول الرقم كان عندنا ملفات مكدسة في كل المحاكم المصرية وهذه الملفات كانت عرضة للتلف ولكن ربما شفنا أفلام تسجيلية وثاقية عن هذه القصة شفنا بقلات كتيرة كتبت عن ما يعرف بالتحول الرقم كلمنا بالتحديد إيه اللي حصل في المحاكم فيما تعلق بهذا الملف القائم على أمر القضاء المصري والقيادة السياسية في مصر رأت بعين ساقبة معاناة المصريين من البطء في التقاضي فكان حرياً بها أن تجري عدة محاولات جدية لتطوير منظومة التقاضي وأخص هذه المحاولات بقى نقل التقاضي المصري إلى مرحلة الرقمنا أو التقاضي عبر الإنترنت أو التقاضي الرقمي أو إدخال التكنولوجيا الرقمية في التقاضي فبدأت تبرز محاولات جدية أخص هذه المحاولات أن أنا دلوقتي في التقاضي بدأت أوفر تقاضي آمن يمكن أفرازت أو عجلت بهذا التطور جائحة كورونا واللي حطتنا قدام فرض جدلي اللي هو ضرورة التباعد فبدأنا ننظر إلى أن ندخل التقاضي عبر الإلكتروني في منظومة التقاضي المصرية فبدأ يبرز في مرحلة وأخصها مرحلة تحقيق الدعوة الجنائية زي النهاردة وأنا أعرض متهمين مش شرط المتهم يبقى معروض قدام القاضي ممكن أعرضه عبر شاشة التيفي ويكون المتهم موجود في المحبس بتاعه والقاضي موجود ويدور الحوار اللي بيستوسق منه القاضي عن الجريمة ووقوحها وإسندها ويحقق دفاع المتهم دون مسؤول المتهم أمام القاضي هذه واحدة الأمر الآخر في منظومة التقاضي الإلكتروني هو الطفرة العظيمة اللي شهادتها النيابة العامة من خلال برنامج العدالة الرقمية وقد إيه يمكن حضرتك ما تستبسطش صورة الحصول على شهادة البيانات والمخالفات وإنت قاعد حضرتك مكانك بتقدم إليه عليها إلكتروني وبتحصل عليها بتقدم تظلمك وإنت قاعد مكانك بتحصل على إفادتك وإنت قاعد مكانك يعني بتطور وعايز أقول لحضرتك إن مجال تطوير العدالة الرقمية في مصر أو ادخال التكنولوجيا في مجال العدالة في مصر يمكن إحنا ما وصلناش فيه للمرحلة اللي إحنا نقول إحنا خلاص بقى عندنا التقاضي الإلكتروني لكن إحنا بنقول إحنا نسير بخطأ جدية نحو تطوير مرفق العدالة وأخص المحاولات أو آخر المحاولات القرار السادر من السيد النائب العام المصري بإلغاء الجداول الرقمية يعني إحنا كان فيه نيابة بتعتمد على حاجة اسمها جدول حضرتك تروح تستعلم أو أي مواطن يروح يستعلم يلاقي جدول يطلع عليه دلوقتي بقى كله محفوظ إلكترونيا وتستطيع من خلال الفحص والبحث الإلكتروني إن أنت توصل لمعلومة